مرحبا بكم اليوم نحن نعلم أبعضنا على السريع مغير حتى تخمي لديه هنا في خضم وعندي ثلاثة أعلى في خضم الجيش لم يزلت مخمش حتيتهم في الوحدة متعمي وصبيت عليهم برشة خل وخليتهم خاطر الدجاكين في الكنجيلاتور تنحن منهم الثلج وقلت خلي مدام اللفابو فارغ نفرغوا ونضع الدجاكين في الوحدة ونضعه بالخل خليتهم تقريبا 4 ساعة أو أكثر ثم شللتهم بليح وخسلت الدجاكين في الوحدة والجنيب لا تنحن معهم وقتنا لنضع الدجاكين لا يجب أن نضع الدجاكين المهم لماذا نضع الدجاكين في مطعم الزفورية لذلك لماذا نحب نضع الدجاكين في الماء والخل السلومان لا يجب أن نضع الدجاكين في الوحدة لذلك يجب أن نضع الدجاكين في الماء والقيقين ثم اردوا بالتلبس طويلة هذا الكل على السلمونيلا لتمرض البكتيريا كما ترى نأخذ البلاسة من فوق شيرة المغطية سطحة من فوق الوسط ثم نكسل ثم نحلت بلخشين قصيته بلخشين ستضيف المقلم الزبدة والزيت لديك الزبدة والذيكا ايضا نقليها درجة الزبدة والزيت والزيت لديه برغل قلت برغل كذلك نزرب العادة لا ت勝طيئا لديه برغل يتنفخ في ماء جيدة البرغل للجويت يتنفخ في ماء طويطرة وموار واضحة اذا لم أحبت لنفخه ولم أحب تنبله قلت خليه يتشرب لي الماء الزايد ويمشي في وسط البرغل افكتيف ما تشرب لي شوية لكن الفوقاني قاعد يتجرمش اما اللوطاني المحشي هني اعطيتكم لاستيوس باش تفهموني وحاطي ترشام الحالي بعد اخبار التفهم ومعتمش في زنباع وامر ومعتمش في زنباع وعصرت تفهم في زنباع وعصرتوا عليها وقلتوا في ماء ساعة يتشربوا لازنباع ويضعوا لازفوريا ومعتمش في الحال ومعنص في ماء بطريقة كروية ملح كوركم كليل ، كامون وهيل ، زنجبيل وقرفع خلطهم الكل على بعضهم ومن بعد ان نفوح الدخلين يباركا متاع الفخط ومن بعد الكل يشربوك البرغل وإلا الروس كان عندكم الروس و البرغل طيبوه مغير ما تقعدوه طيبوه عادي وكهو شيح واحدوه في وسط الفخط هذا الغلطة اللي عملتها حطيت شوية زيت باش نمسحه شوية بمعنى حاطة برشة زيت وزبدة في وسط البرغل واللوز طاوز زيت لكله يهبط اذا فهم زيت زيت راهو باش يهبط تنجم راهو تعملوا الحشو بالسبناخ وجبن وإلا تعملوا حشو طاجين حاجة صغيرة يكون مطعمها قوي في وسطه تنجم تحطها راهو طريقة هذية بالحق عجبتني فاش اللي المطعم المطعم اللي عزفورية ما طلعتش أولا وثانيا طاب طريق ومبلول محليه هذاك في شعج بني بالحق داندهم نحن نعفوه يشيح وكل ما طاب طريق ويتقص فسيلمان يصر طيارة وفي ساعتك الحشو هذاك شعر التشكيل شكله سكره وخليه محلولة كيكة مغير ما تسكره ويرجعلك لك انتي لا تعقدش الامور انتي والبخيزنتات التي تحب عليها تلقى قليلت ويجب أنت مزروبة وتجري ومع برمشي شكبن وضع كل عصبينها وكمن شكبن وضع كل عصبينه ومع برمشين وفي بريمش نضع بابير كويسان ومع بابير ببابير كويسان ونلقي الألميلي يمفالي ويغمت مع الكويسان ورميته في الساك بطريقة سيكان المهم هو أن يسكر بشكل ماء ويرجع لي البخار ويمشي يتبخر في الفور يرجع لي ويطيب لنا هيك البرول صبيت وصبيت لوسط الشكارة وفي الشكارة راني رشيد شوية الفلاك حلو ملح على البراني متاع الدرد خاطر وهوش نفوح جملة البراني وسكرت عليهم ليح الفور يحتوي على على مدة ساعة ونصف ساعة ونصف توجد الطفل اجبت لتحرق ومتدر مدة ساعة ونصف وكأنه تحرقا في ثلاثة في المجرد يجب علي العودة بنية البراني فوحته بالزيت و ملح و فلفل اكحل و نقليه شويه هكذا ندهره و صدقوني يراني نطيب يومينيش عارفش بش نعمل قاعدها كيكا في نفس الوقت نخمم شنو بش نعمل عندي كابتين بصلي خضر رجبت خسلته ممليح و قصيتهم بكل عروش مزيدو يبنو عالاخر بصلي الربعي نحن نعمل مرقة كيكا فيها برشة ماء بش نجم تتعدى مع هكك البرغل هذيكا و نخليها كيكا تقليه من شيرة لوطانيه بش يتحمر يأتيكا وجه حلو و من بعد خممت قلت كارني حتيت فيه طنجرة كبيرة عليش حتيت فيه قليه صغيرة و انا منيش مقرر معانيها بش مش نعمل و قلت من بعد قلت صدقني ما نخليهم غادي و اندخلهم يتيبوا فالفوري كل هتاوا تشوفوا حتيت لكل مع بعضو اقلبت اهوك اتاوا تحمر شويه اقلبتو مش تحمرت قليه شويه نرجع بش يتحمر و نفوح ايه قلت بره نحط لفاحات يقلبوا اللفاحات بتاع الدانت و نفسك المرقة هذيكا هاي اللي نحط بها جب ربي نعملت مرقة زايدة هاي كل كعبت البرغل القاعد و يدقرم شو تراو بالمرقة طابوا معاني دجاب المرقة حتيت شويه زنجبيل فلفل احمر ملح و كركم و تابل و كروية بليش كاموه محتيت شكاموه و صبيت عليهم الماء و حتيت معاهم زادة شويه هيل و قرفة اللي هيل يبنن على الاخر شويه شويه و قلبتهم و كتحمروا دجاب و عندي كعبة طماطة مش بتكملت حتيتها و بعد مخي قالي اولفا عمل مصلي جيت نعمل في المصلي ملقيتش البطاطة قلت بره نعمل بليش لا فلفل لبطاطة اللي عندي لا فلفل لبطاطة قلت بره نعمل ليزم بطاطة نعمل قراءة لي عندي قراءة اسفر و قراءة اخضر و عندي طماطة مقصيتهما كيكا و من بعد درميت جلبانة و حتيتها كيكا و بعد قلت كيفاش بشي تيبولي هذو ما على القاس بترسيل ينمسخ في طنجرة بره حط فلفور و حتيتهم فلفور على نفس الحرارة طابوا مع بعضهم مصوعة من زمان و خارجوا مصوعة و درج تقريب و خارجت خاطر الدجاج قعدت نطيب فيها نحضر فيها يمكن ساعة غير بوع قعدت و كي طابت خرجت اكل جيش طايب زبدة يهبل اكل مرقة تهبل فيها بالقديق سوس و كي السوسة هي اللي حطيت فيها اكل برغل اللي قعد من برا يتجرمش مات مشربش الماء اكل لوز زيدها بنا على بنا و معاك الزبدة زيدها بنا على بنا و اللحمة ما شاء الله هطرية تتقصس بسي الماء مرة جيه ان شاء الله نعودها هكا بطريقة بحقها و عجبتني فاست الروز معاها البرغل و اللحمة طايبة و في حقها و مهي الشيحة هكا ها وهيضو موصفيتنا كينو لليوم ان شاء الله تجربوهم و ان شاء الله يجبوكم و في حلقة اخرى و وصفة اخرى ان شاء الله وبسلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة